بدأت جمعية الهلال الأحمر المصري في إرسال معونات إغاثية لدولة أفغانستان بالتعاون مع الهلال الأحمر الأفغانية وذلك لمساندة وتخفيف معاناة هذا الشعب في ظل موجة الطقس السيء التي تكتاح البلاد انطلاقا من مسؤوليتها نحو الإنسانية بدأت جمعية الهلال الأحمر المصري في إرسال معونات إغاثية لدولة أفغانستان بالتعاون مع الهلال الأحمر الأفغانية وذلك لمساندة وتخفيف معاناة هذا الشعب في ظل موجة التقس السيئة التي تكتاح البلاد المساعدات تتضمن بعض المواد الطبية لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة لمستلزمات معيشية أخرى لمساعدة الشعب الأفغاني على مواجهة الظروف الجوية الصعبة وسط متابعة من غرفة العمليات المركزية بالجمعية لمتابعة خط سير وصول هذه المساعدات لدولة أفغانستان بناء على الطلب اللي جلنا من الهلال الأحمر الأفغانستاني نحو طلب المساعدة من الهلال الأحمر المصري قدرنا أن نتواصل بسرعة ونجهز المطلوب تبقى للإحتياجات وتدعيات الأحداث طبعا زي ما حردك عارف أننا في أزمة كورونا ففي احتياج طبعا لمجموعة من المستهلكات والمستلزمات الطبية علاوة طبعا على التغير المناخي والجو الشديد فقدرنا برضو أن نوفر مجموعة من المواد الإغاسية زي البطاطين عشان نرسلها لقليلة الأحمر الأفغانستاني عشان نقدر نساعد أكبر عدد من الناس بنعمل تتبع كامل لكل حاجة في شو احنا بداية من طريق الشحن الباكينج لحد وصولها للمطار وينتهي الأمر كمان بتسلمها في المطار مش كده بس احنا بنا تتبع الفريق المرافق لها بنبدأ نوفر لهم كافة الإمكانيات اللي محتاجينها علشان يقدروا يقوموا بمهمتهم من أول وسائل الأمان الأماكن اللي بينزلوا فيها الخطوط السير المفروض يلتزموا بيها الإجراءات الأساسية للسلام والأمان خصوصا في المناطق الخطرة زي دولة أفغانستان قافلة الهلال الأحمر تأتي تأكيدا على المسئولية التي تتضلع بها الجمعية ودورها في الإغاثات الدولية ورؤيتها تجاه الشعوب الأخرى محمود جميل التلفزيون المصري